هذه القواعد فلذلك ما أصور أنه صح أكو خلاف بسيط ما تحت الطاولة وخلاف أنت الكل معروف بالمناسبة يعني يعني أكو مقارنات بين الحشد مثلا وبين البيشمرق هذا خلاف ما العلاقة لأنه بالمناسبة يعني أنا اجتماع وياسيد فالح الفياض أو قبل ثلاثة أيام من نهاية رمضان وإحنا موجودين قصفة قاعدة فقلت لهذا يا الرجل أجابني قال لي والله يا أستاذ إحنا ما أننا علاقة بأي قصف وبحضور يعني ناس موجودة قال ما أننا علاقة بأي قصف ولا نقبل أن يربطون أسمنا بأي قصف لأي قاعدة من القواعد الجوية هذا كلام الرجل رئيس هيئة الحج الشعبي المرتبطة بالقاعدة العام قوات مسلحة هذه أمانة يجب أن واحد ينقلها أو أنا سألت السؤال بالمناسبة اللي أنا جاني العاجل وإحنا قاعدين فسألتها قلت له يا أستاذ يعني ما معقول إحنا دعنا نتكلم وقصفت قاعدة بأي قاعدة هسة بأربع صواريخ فالحشد ما الناس يقولون مو إحنا وأنا قلت لك يعني هي المشكلة المشكلة إرادة لها إرادة شوية قوية يعني يعني إذا تم إلقاء القبض على مطلقي الصواريخ يجب أن يعلن أمام الملع لماذا؟ أنا أقول لك ليش؟ أنت تعرف كل إطلاق يعني الكتائب تنشر تقول مو إحنا العصائب كذلك إنه جباء كذلك وينشرون بيانات بالمناسبة مع تأييدهم للمقاومة يعني هم ما أنا قلت لك هم ما ناكرين تأييدهم إلى المقاومة بدل محتل يعتبرون الأمريكان محتلين يعني هذي أكو وضوح ترى هذا الموضوع به يعني نزيل لكن في نفسه لو قد تنزل بيانات قوية يقول إحنا ما ما مستخدمين القوة ما نقبل مو إحنا اللي نقصف نحن لسنا مسؤولين عن هذا الموضوع إذن بالعكس أصلا هذا أنطل للحكومة فتحرية بالحركة كلش ممتازة عرفتلو